السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم سيدان القحطاني مرحباً فيكم في الحلقة السابقة لقناة التقريب الحدود اليوم عندنا أخبار جداً مثيرة للاهتمام وليش؟ لأن الأسبوع اللي راح كان مؤتمر خاص بأبل تم الإعلان العباد الجديد ما في شي اسمه عباد 3 ما في شي اسمه عباد HD ما في شي اسمه عباد 4G فتركوا هذه الاستهبارات الصراحة معنى حاسنة راح تجي بس أوكي العباد الجديد طبعاً هو راح خلوه بنفس المقاصر الشاشة 9.7 انش لكن خلوه درجة الوضوح يعني خرافية الصراحة 1536 في 2048 أو ما تسمي أبل بيتنا ديسبلي كثافة بيكسرات جداً عالية أعلى معدل في كثافة بيكسرات موجودة في الأجلة اللوحية نفسها الكاميرا أيضاً ضافوا فيها 5 ميجابيكسل والتركيز الترقائي اللي هو الأتوفوكس وعندنا اللي هو توازل لون الأبيض يعني تحسينات كبيرة أيضاً في عالم الكاميرا أو الموجودة في الجهاز الآيفاد نفسها الجهاز طبعاً راح يكون أو بمعنى صح راح يدعم شبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع ما عندنا أي معلومات عن إن إذا كان الجيل الرابع مقصود فيه بدعم بقية دول العالم بما في إحنا منطقتنا السعودية ما عندنا والله ما شفنا له شبكة الجيل الرابع بلا شيء القليل بس ما أدري لكن عموماً وشبكات الجيل الثالث راح يكون متوفرة في 16 مارس يعني أسبوع الجاي تقريباً يوم الجمعة الجاي سعره طبعاً أيضاً ما رفعه في السعر أو عدله في السعر كثير لكن يبدأ من 430 16 جيجا بايت نسخة الوائلس فقط ورح يوصل لك إلى 829 دولار أمريكي طبعاً حسب النسخة 16 مارس راح يكون فيه الدفع الأولى للمجموعة من الدول اللي راح يكون فيه الجهاز اللوحي لكن في 23 مارس راح يكون فيه دفع جزيدة طبعاً عندنا هنا إذا وصل طبعاً راح يوصل بس إذا وصل عندنا التجار طيبين 5000 6000 7000 8000 وعندنا ناس طيبين أيضاً بعض الناس يشترون الجهاز فروكود ركود ركود طيب في نفس الإعلان اللي لمؤتمر أبل نفسه كتشف عن أبل تيفاز أبل الجديد اللي هو نفسه البوكس نفسه لكن خلوه درجة اللي هو عمليه يتبث الفيديوهات فيه من 720 هذي اللي كانت في النسخة في 2011 خلوها إلى 1080 فهذا شيء إضافي شيء ممتاز شيء ممتاز عفواً والمعارج حقها صار اللي هو A5 وهو نفس المعارج الموجود في في الآيباد الجديد لكنه راح خلوهم بدلا ما كان ثنائي النواة خلوه أحد النواة لكن الآيباد الجديد راح يكون ثنائي النواة وبس حطوا المعارجه صميات حقه 40 نواة يعني المهم أنه إصداره راح يكون أسبوع جاي أيضاً و 99 دولار أمليكي سعر ممتاز جداً بحكم أنه ما تغير عن سعر إلا بالشيء القريب في نفس المؤتمر نفسها أصدره عن iOS 5.1 الإصدار اللي كنا ننتظره أو خاصة اللي هو مستخدمين iPhone 4S ليش؟ ببساطة أنه تحسين البطارية نفسها النظام صار تسلس أكثر بشكل ملحوظ والهم من ذلك أنه خدمة سيري أو سوسو صارت باللغة اليابانية هذا يعني أبرز أو يعني بجانب برامج اللي حدثوها ودعم البرامج جديدة بالدرجة الوضوح الجديدة الآيبوك رح يكون فيه محدث الآيتونز يعني أشياء كثيرة صراحة ما كان لها يعني ذاك الأثر الكبير لكن الآيباد الجديد فعلاً يعني سوه شيء مذهل من ناحية هذه الموظفات توازن النظام والهاردوير نفسها عندي إحساس أن الشركات قادرة طالة للمؤتمر أو طالة للمؤتمر نظرت فيه وأخيانا ما رح يقصرون طبعاً فيه أوكي أتلقى للخبر الجديد اللي هو جوجل بلاي تغير اسم المتجر نفسها اللي هو أندرويد ماركت تغيرها لجوجل بلاي طبعاً التغيير هذا ما عارف وش كان السبب حسيت أنه الاسم من نفسه سوني فيه نمسات سوني أو شيء ذي كده حسيت أنه تحول متجر لمجر للعاب أيضاً رح يكون اللي هو بلاي ميوزيك بلاي بوك بلاي موفي ثلاثة أشياء هذه المتاجر اللي كانت حقه الموسيقى وحقه الكتب وحقه الأفلام كلها تغيرت إلى المسمى الجديد لها التحديث صدر الحد لان وصلني أنا التحديث تغير المسمى نفس المتجر فإذا ما أصلك تحديث يعني تابع رح يأكيد رح يصل لك التحديث طيب عندنا الخبر اللي هو اللي بعده هو جهاز اللي هو نيكسس أو النيكسس تابلت طبعاً إشاعات ما صدر شيء جديد لكن الإخبار تقول هي إنه اسوس هي اللي رح تتولى تصنيع الجهاز طبعاً اسوس معروفة ليش؟ السبب بسيط جداً اسوس طبعاً دائما تصني أجهزة لوحية ممتازة فهذا يعطينا أمل إن الجودة رح تكون والمصفات جداً ممتازة طبعاً ما في تأكيدات للأسف لكن قالوا إن الشاشة رح تكون 7 إنش بدأ من 10 إنش وهذا يعني صراحة تغيير على المؤتات والمعالج رح يكون اللي هو من شركة نيفيديا اللي هو تيغرا 3 اللي هو أرباعي النواة طبعاً إحنا شفنا خبر لو تابعونا في الموقع أتقي بالحدود حطينا مرة خبر إنه في السي اس كانت اسوس ونيفيديا قدموا جهاز لوحي 7 إنش وكان ما يتعدى سيارة 240 فالناس تقول يعني تقول إنه هذا هو الجهاز رح يكون الخاص بجوجل إذا كان فعلاً جهاز من جوجل فعندنا أضافة جديدة اللي هو التحديثات رح تكون أيضاً مترابطة مع جوجل يعني التحديث أول بأول مثل ما شفنا جاريكسي نيكسس هذه أيضاً أضافة جداً جميلة بحكم إنه إحنا عندنا مشكلة في الاندرويد والتشاعب والإصدارات وكل شركة قاعد تحط التحديث زي ما تبي أمر موصف الصراحة الخبر الأخير اللي هو اللي هو التحديث للاندرويد رقم أربعة طبعاً أمس كان فيه أو أمس واليوم في ثلاث شركات ثواناً تحديث أو بمعنى صح مفهوم للإعلان عن التحديث HTC مثلاً أصدرت تحديث السنسيشن والسنسيشن XE في بعض الدول خاصة مثلاً ألمانيا صدر فيها التحديث الاندرويد رقم أربعة بتحديث للواجهة نفسها لثلاثة فاصلة ستة هذا هو يعني المشكلة المتوفرة في بعض الدول قالت HTCO الشركة التايوانية نفسها قالت أن التحديث راح يكون متوفرة جميع من يمتلك السنسيشن أو السنسيشن XE في نهاية الشهر مارس أو الشهر الجاي ننتظر للتحديث لكن خلو حلو أنه شفنا شركة بدأت تتحرك في تحديث تريف وراتها أركوس الشركة الفرنسية أيضاً بدأت في تحديث أجهزتها اللوحية من أمس حدثت جهاز اللوحي الجي ناين ثمانين والجي ناين مية واحد إذا كنت ملك واحد من هذا الجهازين فقط يعني سيك هالتحديث وراح يوصلك التحديث بشكل مباشر هذه الشركة الثانية ليشمنا منها تحديث النظام الاندرويد أربعة بعدما شمنا HTC طبعاً عندنا الطامة الكبرى هي اليوم الصراحة سامسونج المشكلة هذي مصيبة أنه كل الخبرين من سامسونج الخبر الأول قالوا أنه قالت سامسونج أنه بكرة عشرة مارس عشرة مارس من تاريخ تسديل حلقة طبعاً قالت أنه بكرة راح يوصل لأفحاب الجاركسي اثنين التحديث اللي هو الاندرويد ساندويتش سكريم لكن للأسف جت سامسونج نفسها لشركة الأم من كوريا نفسها قالت أن التحديث ما راح يكون متوفر في عشرة مارس ما عدري يحس أنه كل الفرعين قاعد يتخبط في الثاني ما في حتى علام واحد لهذه المشكلة الصراحة فاللي عندنا أمل أنه 15 مارس إلى نهاية تار مارس هو اللي وعدت الشركة نفسها وعدتنا أنه جالكسي نوت و جالكسي ستو راح يصل لهم التحديث فما عدري الصراحة هذي هذي ما عد أعطينا الإعلان الرسمي للتحديث التلفوني نفسه مراجعة هذا الأسبوع عندها مراجعة هذا الأسبوع اللي هو لابتوب أو الحاسب المحمول اللينوفو اي دي باد اللي هو يو 300S حاسب الألترابوك طبعا فرج جديد ينضم إلى مجموعاتنا في المراجعة في عالم الألترابوك أختيتم حلقتنا لا تنسون دعمنا باشتراك في القناة زر الإعجاب نشر الفيديو أكون ممنون لكم صراحة شوكم على خير إن شاء الله مع ألف سلامة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدر الله مساءكم كل خير معكم أخوكم سلطان قحطاني موقع تقني برحدو أقدم لكم اليوم عملية مراجعة بسيطة أو مراجعة للتصميم الخاص بلينوفو اللي هو U300S واحد من الحاسبات الجميلة جدا واللي تدخل سوق الحاسبات من فئة الألترابوك الفئة المعروفة من أنتل اللي هي حاسبات النحيلة والقوية في نفس الوقت الحاسب المحمول هذا هو أمامكم زي ما تشوفونا تصميمه جدا جميل الصراحة أنيق لعبت حد يعني سماكت 15 ملي متر تقريبا 15 ملي متر وزن كل له يعني 2 باوند يعني واحد كيدو وشويات يعني مع ذلك ما هو أقل السماك تنفيذ الحاسبات الألترابوك لكن نحيل وتقدر تشيله بيد واحدة كما يعني زي ما تشوفونا الصراحة طيب بالناحية المنافذ الموجودة فيها فهي يعني ما يبكثير الصراحة لكن عندك هنا منفذ الـ USB الثاني والجهة الثانية منفذ الـ USB 3 اللي هو سرعة عالية في نقل البيانات هو منفذ الاجتماعي ومنفذ الطاقة الخاص شحن الحاسب اللي هو أمامكم واللي أخيرا وليس آخرا منفذ الصوتي 3.5 ملي متر هذا ذلك يعني ما في منافذ فيه ما في أي منافذ له منافذة جدا بسيطة للأسف ما في منفذ SD ذاكرة خارجية يعني أغلب الحاسبات أتربوك فيها هذه المنافذ لكن يعني لا يوجد شي كامل والكمال لوجه له طبعا عندنا هنا أيضا من اللوحة المفتيح تصميم كامل للأزرار الأساسية زي ما تشوفون أزرار بارد الأعلى تباعد ما بين اللوحة المفتيح الأزرار ما بين كل زر وزر الموسب في الأمر أيضا أنه ما فيه إضاء الخلفية للوحة المفتيح مساحة كافية جدا في منطقة الفارة طبعا أغلب الحاسبات الأتربوك بدأت تتمنى مسألة أنه اندماج الزري الأساسيين من الزر الأيمة و من الزر الأيصر في نفس اللوحة الفارة اللي يعجبني كثير جدا أنه الصراحة أفضل لاحة فارة جربت الحاسبات الأتربوك يعني من ناحية التجاوب ما هو بسرس مرة مرة لكن أفضل يعني أفضل من جميع ما جربناه في حاسبات الأتربوك لذلك أجد أنه في هذه المسألة خاصة في الموجود هنا عفوا أجد أنه موجود في التحكم مثل التنقم لال الأسفل والعملية اللمس المزدوج جدا ممتازة بطارية الحاسب تقريبا حسب استخدامنا يعني نقول أنها تقريبا تقريبا ست ساعات حسب استخدامك كل الأمر يهتمت عليك لكنها طويلة موب يعني لالحين الاتش باي فوليو لالحين الـ 13 هو الأفضل في ناحية البطارية تصميم الحاسب من الألومنيوم والمعدن نفسها يعني مواد التصميم أيضا قوية جدا فيها موب رخيص الجودة صراحة وهذا شي جدا جميل في هذا الحاسب وهذا اللي عجبني في الحاسب الصراحة من هذا النقطة أنه تشعرك يعني بفخامة الحاسب مو برخيص بالنسبة للسعر وموعد الاسطار الخاص في هذا الحاسب الصراحة ما وصل لحدنا السوق السعودي بذلك ما عندي معلومات إن شاء الله رح يكون متوفر قريبا على حسب المواصفات اللي انت تختارها هي اللي رح يحدد لك السعر مثل الـ i7 والـ 4 جيجا بايت و 256 تقريبا سعره 1400 دولار 1400 دولار هذا الشي تقريبا صراحة يعني ما هو بشي مؤكد طبعا رح يكون متوفر منه i5 و 128 وصات التخزيني أيضا وبالتالي يكون سعره أقل من اللي حبيت أشكر أنت على هذا الدعم الصراحة شكرا لكم فهذا كل ما لديه في ما يخص بحاسب الـ UltraBook Lenovo شكوكم على خير إن شاء الله مع ألف سلامة بي